السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا استفسار من حد متابعين برنامج صحي وعلاجي للمأساخن الطب الحاكوباثي ما نصيحتك لمن يريد تطبيق المأساخن كوقاية؟ الجواب نعم عندما نقول دائما نتحدث مرارا أول شيء المأساخن ليس من أجل فقط الغرض من علاج من الأمراض هذا فقط جانب واحد هو من أجل الفوائد الصحية والعلاجية فإذا كان الجوانب العلاجية جانب واحد العلاج منه إذا هناك أي وضع صحي متدهور هنا ندخل في جانب العلاج والعلاج بمفهوم آخر نحن بشكل دقيق ويكون بحيث تركيز على إعادة إحياء جسم الإنسان قدرة الكامنة في شفاء ذاتي والوقات الذاتية والسينة ذاتية وافقا لمبادئ الطب الأستيوباثي طيب هذا جانب واحد جانب ثاني هو يختص بحيث أن شخص يريد يحقق فوائد صحية أيضا يعني معنى أنه ليس مجرد واحد يكون مريض أن يتطبق برنامج مساخن أو الأساليب الصحية والعلاجية للمساخن طبعا هناك أكثر من أسلوب يعني الأساسي برنامج تناول مساخن لكن هناك أساليب أخرى مفيدة جدا ومرارا تحدثنا عن الفوائد كل منها لذلك هنا من أجل تحقيق الصحة المثالية الصحة الشاملة لذلك مهم جدا أن الحفاظ على الصحة المثالية كأيضا مهم هذا عنصر مهم جدا حتى لو شخص رياضي أو شخص صحي 100% مهما بلغ من العمر حتى المسنين حتى الأطفال حتى الكبارسين حتى التفل مولود لذلك صحة مهمة جدا والسبب الثالث هو من أجل التحقيق الصحة الشاملة أي الجسدية العاطفية العقلية الروحية وكل واحد له مفهيم دقيقة حوله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوكم ومحبكم دكتور فارس من راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان مؤسس الطب الحاكوباثي بالولاة المتحدة الأمريكية حائز على ملكيات فكرية تم احتفاظها بمكتبة الكونغرس الأمريكي وملكية في سلطنة عمان ومملكة المتحدة والفلبين مؤسس حكوى والناس حكوى للعافية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر